أربعة أيام من دخول عمليات تحرير بيحان حيز التنفيذ تقدم الجيش الوطني فيها في مديرية عسيلان من الجهة الشرقية وتحديدا من وادي بيحان التي تتمركز الميليشيا على نطاق واسع فيه كمنطقة بيحان وعين ومنطقة عسيلان حيث لغمت الميليشيا محكمة عسيلان وفجرتها بعد مغادرتها ما ألحق فيها أضرارا بالغة بحسب مراسلنا هناك تخضع بيحان وبعض مديريات محافظة شبوى لما يشبه عملية جراحية واسعة لكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهود الكبيرة والمزيد من الدعم فمسرح العمليات العسكرية يتسع كل يوم بحسب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمحافظة مناطق مديرية بيحان إلى جنوب عسيلان كمنطقة موقس ووادي خير وعقبة القنذع الواقعة على الطريق الممتد إلى محافظة البيضاء والتي تعد واحد من أهم طرق إمداد الميليشيا يساهم ذلك في تمدد خطوط المواجهات إذن حيث وحدات اللواء التاسع عشر مشا واللواء الواحد والعشرون ميكا بمساندة من المقاومة من الجهة الشمالية ما يزالان يفرضان حصارا مطبقا على الميليشيا المتمركزة في جبل بن عقيل ومفرق الحمى وأيضا منطقة السليم ومدينة النقوب أما من الجهة الغربية في مديرية عين ووادي حريب بمحافظة مأرب المتاخمة لبيحان بمحافظة شبوة تطلبت أيضا تدخل اللواء السادس والعشرون ميكا الذي سيطر على وادي حريب وأجزاء من محافظة شبوة حيث تعد مناطق مشتركة بين محافظة شبوة ومأرب